بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الخامس الصناعي أهلا وسهلا ومرحبا بكم ورجعنا لكم بعد الفاصل واستكمالا لدرسة هيدروليكا المواقع اللي كنا تكلمنا فيه الحلقة السابقة عن حركة السائل وخدنا فيه أن السرعة المتوسطة للسائل هي اللي أنا بشتغل عليها لأن دايما سرعة السائل في المنتصف بتاع المجرى المائي أو المجرى الاستواني اللي أنا بحدده أو أيا كان المجرى بتاع السائل بتاعي بقول إن السرعة في المنتصف بعيدة عن الجدران أو بعيدة عن الاحتكاك بين المائع بتاعي والجدار بتاع الاستواني اللي بيمر فيه بتكون السرعة أعلى من السرعة اللي موجودة على الأطراف بتاعتي أو ملاصقة للجدران بتاعتي فعشان كده كنا بنشتغل على السرعة المتوسطة للسائل لكن النهاردة هناخد خطوط الانسياب بتاعت السائل وإيه أنواع الخطوط دي وإيه أشكالها وإزاي أخد العلاقة بين سرعة السائل والقطر بتاع المجرى اللي هيمشي فيه عشان أقدر أحسب معدل التدفق أو معدل السرايان بتاع السائل وهناخد معدلة برنولي والافتراضات بتاعته ونشوف إيه الخلل اللي في المعادلة أو إيه الحاجات اللي برنولي ما تعرضش ليها وتعتبر قصور في معدلة برنولي اللي هو شغال عليها هنبدأ النهاردة ونقول خطوط الانسياب للسوائل ونقول أينما كان هناك مائع في حركة فإن جزيئاته الغير قابلة للعد طبعا أنا ما أقدرش أعد جزيئات سائل ده سائل ماشي في حركة انسيابية أين كانت حركته بطيئة سريعة أين كان لزوجته لزوجة عالية أو منخفضة فأنا ما أقدرش أعد وأقول دي جزيئات كم عدد الجزيئات لا ده سائل بتحرك على امتداد خطوط محددة تعتمد على حالة السرايان ونوعه من خلال هذا توجد هناك أنواع متعددة من خطوط السرايان أهم الأنواع التي يجب إلقاء الضوء عليها أول واحد خطوط المصار خطوط المصار المصار هو المصار الذي يسلكه جزيئ المائع في حركة تسمى بحركة المصار وبذلك يكون خط المصار هو الذي يبين اتجاه الجزيئ عند لحظة معينة أو بين قطاعين معلومين يبقى خط المصار بتاعي ده بيبين اتجاه الجزيئ بتاعي عند لحظة معينة أو بين قطاعين معلومين عندي وده اول خط من خطوط اللي احنا بناخدها طب خط المجرى الخط ده خط وهمي مرسوم في سائل بطريقة تجعل المماس له عند اي نقطة يعطي اتجاه الحركة عند هذه النقطة ويسمى بخط المجرى يبقى انا بقى تخيل كده ان في خط وهمي موجود عندي وفي نفس الوقت لو انا عملت مماس له المماس ده هو اللي بيعبر لي عن اتجاه حركة الجزء بتاعي في المجرى بتاعي او في المصار بتاعي اللي بتحرك في المائع بتاعي طيب خط المجرى هو اللي يبين اتجاه الحركة لعدد من الجزائيات في نفس اللحظة طيب في خطوط شريطية او خيطية خطوط شريطية او خيطية الخطوط الشريطية او الخيطية دي تسمى بخطوط مثل الخط المرسوم جزائيات الدخان مثلا المطروض من خلال بوق هو خط شريطي او خيطي لو انا شفت كده عامل بوق انا كده ومطلع منه شوية الدخان من فتحة معينة فالدخان بيطلع راسم خطوط معينة فبقول عليها دي الخطوط الشريطية او الخيطية اللي هو عبارة عن المصار بتاع الجزيء اللي اخده جزيء المائع او الشكل المصار بتاعي كان شكله ايه طيب نيجي نشوف خطوط جهد او خطوط متسوية الجهد طبعا انا عارف ان السائل بتاعي عشان يتحرك لازم جزيئاته بتدفع بعضها البعض فبقول هنا ان السائل بيبزل جهد بس طبعا انا ما بدرسوش بالصورة الميكانيكية زي القالة لا السائل عشان يتحرك وفيه جهد بتبزل من جزيئات السائل وبتضغط بعضها البعض عشان ايه يبدأ السائل يتحرك فالخطوط المرسومة اللي انا شايفها كده الا والبي والسي للدي والجي والف والسي والاتش دي بقول عليها خطوط المجاري او المصار بتاع السائل بتاعي وهو ماشي طب خطوط الجهد بقى الال والاتش او الاتش والاو او البي والاو اللي هي الال والام اسفة ايه او البي والكيو او الان وي الاو دي عبارة عن خطوط الجهد اللي عندي يعني خطوط الجهد يعني الفرق بين حركة السائل هنا وحركة السائل هنا الفرق بين الجهد هنا والجهد هنا على خطوط المجاري بتاعت. يبقى فيه فرق بين الجهد بين كل طبقة والتانية او كل شريحة والتانية من شرايح السائل وكل شريحة لها جهد معين وكل شريحة لها خط مصار معين او خط مجرى معين ماشية فيه ومنتظمة فيه. طيب. نجي نشوف شبكة السريان عبارة عن توضيح لخطوط المجاري وخطوط الجهد اللي انت شفتهم كده عبارة عن دي بقول عليها شبكة سريان ليتقاطع خطوط المجاري بتاعت السائل او المائة اللي عندي مع تقاطع خطوط الجهد دي بتكون لي شبكة اسمها شبكة السريان. لو احنا رسمنا سريان معين في نموذج معين كده عندي زي مصورة دي كده دي خطوط المجاري بتاعت اهيه واخد الشكل ده اللي هو اتجاه مصار السائل السائل ماشي في الاتجاه ده ودي الخطوط دي اللي بتمثل فرق الجهد من كل خط والتاني او كل مصار والتاني بالنسبة لطبقات السائل المختلفة. لو جيت ابص للمقطع دوت اللي هو دي اتنين والمقطع اللي هنا اللي هو دي واحد اقول ان معدل التدفق من خلال المقطع دي واحد بسوى دي واحد في البي واحد. يعني قطر الجزء او المدخل دي واحد في سرعة السائل عند دي واحد بيساوي معدل التدفق للسائل عند دي اتنين اللي هو بسوى دي اتنين بفي اتنين. نفهم من هنا ايه? ان معدل التدفق اللي هيطلع من دي اتنين هنا لازم هيساوي معدل التدفق اللي داخل من دي واحد من هنا. زي ما قلتها بالمثال كده البلد بتاعنا في البيت لو احنا قلنا سخان عندي في البيت زي سخان الكهرباء لا يمكن هينزل لي مياه سخنة منه اللي اذا دخل له مياه بردة من فتحة المياه البرده بتاعته. يبقى عشان ينزل من السخان مياه لازم مياه تدخله. لو انت جرب تقفل المحبس بتاع السخان اللي على الخط البارد يعني مفيش مياه هتدخل للسخان وتفتح المياه السخنة مش هتلاقي مياه سخنة نزلة. ليه? لان انا منعت التدفق اللي داخل من الفتحة الاولى يبقى مفيش تدفق هيطلع من الفتحة التانية. طب هل كمية المياه اللي داخل فعلا او كمية معدل التدفق اللي داخل فعلا بيساوي معدل التدفق اللي خارج? ايوة بالزبط لان دي حاجة ملانة مجرد انها هتديك واحد سنطي لازم هيدخل واحد سنطي مكانها. مش هيطلع اقل ولا هيطلع ازيد من كمية اللي داخل. لازم اللي داخل يساوي اللي خارج. ايه. ومن هنا قدرت استنتج انا ان معدل التدفق بتاع السائل عند النقطة الاولى او عند المدخل الاول يساوي معدل التدفق عند المدخل التاني. ومن هنا اقدر استنتج ايه? ممكن استنتج القطر الاول. ممكن استنتج السرعة الاولى للسائل. ممكن استنتج القطر التاني للسائل. ممكن استنتج السرعة التانية للسائل. ده كله حسب معطى المسألة اللي هيدهالي. يبقى ممكن في المسألة يطلب لي السرعة اتنين او السرعة واحد. او ادي واحد او ادي اتنين. او يطلب لي معدل التدفق نفسه. يبقى حسب البيانات اللي هيدهالي في المسألة وحسب ما هو عايز احسب ايه واشتغل ازاي. لكن الفرض بتاعي ايه هو؟ ان معدل التدفق من النقطة واحد او معدل التدفق اللي داخل للانبوبة لازم يساوي معدل التدفق اللي خارج من الانبوبة. معدل التدفق اللي داخل للمجرى المائي لازم يساوي معدل التدفق للسائل اللي خارج من المجرى المائي. ايا كان المسمى وايا كان المفهوم اللي هي الدهولي وايا كان منطوء المسألة لازم تبقى حاطط في دماغك الفرض السابت بتاعها ده اللي انا بشتغل عليه طيب مثال بقول لي من شبكة سريان موضحة في البند السابق شبكة سريان اللي انا هلسه كنا شايفين رسمتها دلوقتي وجد ان المسافة بين خطي مجرى متعاقبين عند قطاعين متتاليين هما 10 ملي متر و 6 ملي متر يعني المسافة اللي موجودة بين قطاع مرة 6 ملي متر والقطاع التاني كان 10 ملي متر على الترتيب اللي هديه واحد و اديه اتنين فاذا كانت السرعة عند القطاع الاول 1 متر على الثانية سرعة المائع بتاعي او سرعة السائل بتاعي كانت 1 متر عند الثانية فاوجد السرعة عند القطاع الثاني عايز السرعة اللي هي في اتنين واوجد ايضا التصرف بين خطي المجرى وعايز الكيوب بتاعتي يبقى هحسب السرعة في اتنين وهحسب معدل التدفق او معدل التصرف بتاعي طيب بيانات المسألة وهو افترض一定要 1 10 ملي متر تساوى 1 سنتيمتر لكن افترض ان افترض انrag 1 وبنى 2 0 6 ملي متر و6 10 سنتيمتر 待ってنا gen 1. او 100 سنتيمتر او المر ضربت في 100. يبقى السرعة V1 بتساوي 100 سنتيمتر على السنة. هو عايز V2. طيب. وعايز Q. طيب ما انا عندي القانون بتاعي بقول لي والله الـ Q معدل التصرف او معدل التدفق بيساوي. الـ D1 V1 بيساوي الـ D2 V2. زي ما قلنا قبل كده انا ممكن اقول الـ Q بتساوي الـ D1 V1 واسكت. ممكن اقول الـ D1 V1 بتساوي الـ D2 V2 واسكت. ممكن اقول الـ D1 V1 بتساوي الـ D2 V2 وحل على كده. وده اللي انا بحل المسألة بيه. الـ D1 V1 بتساوي D2 V2. ده نسبة عندي بشتغل عليه. يبقى الـ V2 من هنا بتساوي ايه? الـ D1 V1 على D2. قدرت احسب الـ D. الـ V2 بالتعويض بتاعي الـ D1 بساوي الـ D1 في عشرة. واحد سنتيمتر في المية على ستة من عشرة سنتيمتر بتساوي مية سبعة وستين سنتيمتر على الثانية. دي طلعت الـ V2. طب لـ Q بتساوي ايه? الـ D1 V1 الـ D1 بواحد. والـ V1 بمية بتساوي مية سنتيمتر مكعب على الثانية. او واحد من عشرة لتر على الثانية مقاسمت على العشرة او الثلاثة. عشان احول من سنتيمتر مكعب للتر. طب ممكن اقول لـ Q بتساوي D2 V2 وعوض بـ D2 ستة من عشرة. في الـ V2 اللي هي مية سبعة وستين سنتيمتر على الثانية برضو هتطلع لمية سنتيمتر مكعب. لان انا اتفقت ان الـ D1 في الـ V1 بتساوي D2 في الـ V2 بتساوي معدل التصرف اللي هو الـ Q. يبقى في كلتا الحالات لازم تطلع لـ Q بتساوي واحد من عشرة لتر على الثانية. لو حسبتها بالـ D2 والـ V2. نظرية برلوني او معادلة برنولي وتطبيقاتها نناقش حركة السوائل والقوة التي تسبب سريانها او تدفقها وما هو يعرف بالهايدرو ديناميكا. برلوني الراجل دو عمل معادلة ونشتغل عليها ونشوف ايه الفرق بين او ايه العيب اللي عنده مش موجود. هو هنا افترض ان السائل بيتحرك بدون تأثير ضغوط عليه. بدون تأثير قوة بتحرك السائل. السائل بيتحرك ذاتيا. لكن هو في الطبيعي هو سائل هتحرك بدون ما قوة تحركه. يعني انا لو مليت مسلا سرنجة مية. وسبتها. هل المية هتطلع من السرنجة لوحدها ولا لازم اضغط على المكبس بتاع السرنجة عشان يطلع على المية من السرنجة? اه الطبيعي ان انا لازم اضغط على المكبس. وإلا المية هتفضل تثبتة في المجرى بتاعي او في المهر بتاعي او في المجرى المائي بتاعي او في المكان اللي انا محدد فيه وحطت الماء بتاعي فيه مش هيتحرك. يبقى اول خلل عندي ان برنولي افترض ان مفيش خلل. ده السائل بتحرك كده يعني ماشي بتأثيره. هنا طاقة سائل في الحركة بقولك الطاقة عموما يمكن ان تعرف على انها المقدرة على عمل شغل. تعريف الطاقة عموما هي قدرة الالة او قدرة الجسم على بزل شغل. ايا كان نوع الشغل وايا كان نوع الجسم اللي بيبزل شغل. سواء سائل سواء مائع سواء جسم متحرج سواء آلة سواء بنا آدم سواء حيوان. يبقى اي حاج كائن عندي الطاقة عموما له هو المقدرة على بزل شغل. طبع عشان ابزل شغل يبقى الطاقة بتسوي الشغل في الايه? في القدرة بتاعتي او في المسافة بتاعتي. طيب. هنا توجد الطاقة في عدة صور ايه هي طاقة وضع او طاقة حركة او طاقة ضغط. طاقة وضع او طاقة حركة او طاقة ضغط. يبقى هنا عندي انواع من الطاقات ثلاثة طاقة الوضع وطاقة الحركة وطاقة الضغط. انا بادرسهم فين? على المائع. تعالوا نشوف كده طاقة الوضع بتاعتي. هنا بيقول طاقة الوضع دي هي الطاقة اللي بيمتلكها جزء السائل بفضل وضعه في مكان معين او في ارتفاع معين عن سطح السائل. يبقى الطاقة التي يمتلكها جزء السائل بفضل وضع. فاذا كان جزء السائل يرتفع بمقدار زد من الامطار من مستوى افقي معين. فان طاقة الوضع بتساوي ايه? زد بالمتر. يبقى هنا رمز لطاقة الوضع برمز زد. بالنسبة للمائع بتاعي. يبقى طاقة الوضع رمزها زد. طاقة الحركة. طاقة الحركة لجزء السائل في الحركة. هي الطاقة التي يمتلكها جزء السائل بفضل حركته او سرعته. فاذا كان جزء السائل ينسب بسرعة متوسطة مقدارها في متر على ثانية. فان طاقة الحركة للجزء تكون في تربيع على اتنين جي تأس بال متر كيلو جرام لكل كيلو جرام. من السائل ودافع السرعة السائل. يبقى طاقة الحركة عبارة عن ايه? بيتربيع على اتنين جي. يبقى انا خدت طاقة الوضع اللي هي الزد. وطاقة الحركة اللي هي البيتربيع على اتنين جي. تعالوا نشوف طاقة الضغط. طاقة الضغط هي الطاقة التي يمتلكها جزء السائل بفضل ضغطه. طبعا ضغطه على ايه? على كمية السائل اللي موجودة عندي. ما هو السائل. الجزء ده موجود في السائل عموما. طب جزء واحد لو انا خدته كده هشوف بيه اثر بضغطه اديه على كمية السائل اللي موجودة عنده. فاذا كان جزء السائل تحت ضغط بسرعة متوسطة بي. كيلو جرام على المتر المربع. طبعا الضغط عبارة عن قوة على مساحة. طيب. فان طغط الوضع للجزء ستكون ضغط الضغط للجزء ستكون البي على الدابليو. الدابليو ده عبارة عن ايه? الوزن النوعي للسائل. طبعا الوزن النوعي للسائل. انا دايما باخده الوزن النوعي للمية اللي هو بساوي الالف. يبقى هنا طاقة الضغط بساوي البي في الدابليو. طيب. الطاقة الكلية لجزء السائل في الحركة اللي هي الاي بتساوي مجموعة تلات طاقات اللي انا خدتهم. طاقة الوضع. وطاقة الحركة. وطاقة الضغط. يبقى الايه الكلية. اللي هي الطاقة الكلية لجزء السائل. بتساوي طاقة الوضع اللي هي الزد. زاق الطاقة الحركة اللي هي الفيتر بي على اتنين جي. زاق الطاقة الضغط اللي هي البي على الدابليو. ودي بتتقاس بالمتر. كيلو جرام لكل كيلو جرام. طيب. في حاجة اسمها الدافع. الدافع ده اللي بيدفع جزء السائل عشان يتحرك. الدافع هو اللي بيدفع جزء السائل عشان يتحرك. برضو الدافع ده بيتساوي ايه? بس رمزه بالاتش. يبقى طاقة الطاقة بتساوي الطاقة الكلية. رمزها الاي بتساوي الزد. زاق الفيتر بي على اتنين جي. زاق البي على الدابليو. طب الاتش اللي هو الدافع لكل الجزء السائل بيساوي ايه برضو? الزد زاق الفيتر بي على اتنين جي زائد البي على الدابل يعني ايه? يعني الدافع بساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة زائد طاقة الضغط. دي معادلة رياضية انا بافترضها عشان احل عليها المسائل بتاعي. طبعا مع الملاحيظ اللي انا اللي بتتاخد على برنولي ان هو ما بافترضش ان في قوة ما بافترضش ان في حاجة بتحرك جزيات السائل. بتحرك السائل طبعا حركة آآ تلقائية بيفترض ان السرعة هنا ما هيش السرعة المتوسطة هو بيديك سرعة وبشتغل عليها. مش واخد في الاعتبار ان السرعة في وسط السائل اعلى من السرعة في الاحتكاك بينها وبين الجدران. دي كلها مفقيد او حاجات بنقول عليها يعني عوائق او قصور في معادلة برنولي ولكن هي بنفترض بيها القانونين اللي احنا اخدناهم عشان نقدر نحل المسائل اللي بتجينا على المسائل دي. طيب. ناخد مثال كده ونشوف ازاي باستخدم القوانين دي وازاي احلها. هنا بقول لي انساب ماء في مصورة مستدقة قطرها خمستاشر سنتيمتر وخمسة سنتيمتر. المصورة دي مستدقة يعني لها قطرين. قطر كبير وقطر صغير. مستدقة دي زي ما اقول لك كده مسلوبة. مسلوبة يعني فيه قطر كبير وقطر صغير. القطر كبير خمستاشر سنتيمتر. الصغير خمسة سنتيمتر. عند النهاية الكبرى والصغرى. طبعاً النهاية الكبرى خمستاشر سنتيمتر والصغرى اللي هي خمسة سنتيمتر على الترتيب. احسب دافع السرعة ومعدل التصرف بوحدة اللتر على الثانية. عند النهاية الصغرى ازا كانت سرعة الماء عند النهاية الكبرى 2.5 متر على الثاني طبعا هنا مديني القطر الكبير والقطر الصغير مديني السرعة عند القطر الكبير وعايز السرعة عند القطر الصغير وعايز دافع السرعة وعايز معدل التصرف بوحدة اللتر على الثاني اديه واحد اللي هو الكبير بتاعي بسوى 15 سنتيمتر يعني 15 من 100 متر طيب اديه اتنين اللي هو 5 سنتيمتر يعني بساوي 5 من 100 متر طيب الايه واحد اللي هي باي ديه تربيع على اربعة طبعا اديه هنا اللي هي 15 من 100 تربيع على اربعة وهتطلع للايه واحد المساحة او مساحة المقطع عند فتحة التصريف الكبيرة طيب الايه اتنين اللي هو مساحة المقطع عند الدي 2 بساوي الباي في الدي تربيع اللي هو 5 من 100 تربيع على اربعة البي واحد بساوي 2.5 متر على الثانية طيب انا عارف ان معدل التصريف بتاعي بساوي الايه واحد في البي واحد بساوي الايه اتنين في البي اتنين من هنا انا ممكن استنتج ان الاي واحد في البي واحد وتساوي الاي اثنين في البي اثنين اهي طب دي هتفيدني في ايه هعوض واجيب منها البي اثنين اللي هي السرعة عند المقطع الصغير يبقى زي ما احنا اتفقنا كده البي واحد بتساوي اثنين ونص متر على الثانية طبعا الاي واحد كتبناها والاي اثنين كتبناها والدي واحد والدي اثنين دول موجودين معايا من بداية المسألة اوما انا اكررهاهم لك تاني عشان هعوض بيهم في المعادلة بس يبقى الاي واحد في واحد بتساوي الاي اثنين في اثنين دي من معادلة التصرف بتاعتي او معادلة التصرف اللي انا واخدها معادلة بتاعتي طيب هعوض بقى الاي واحد اللي هي بتساوي الباي في خمستاشر تربيع على اربعة في الاي واحد اللي هي اثنين ونص بتساوي الاي اثنين اللي هي الباي في خمسة من مية تربيع على اربعة في الاي اثنين هختصر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلام اللي احنا قلنا اهو 15 من 100 تربيع في 2.5 بساوي 5 من 100 تربيع في الفي 2. يبقى الفي 2 بتساوي ايه؟ تساوي 15 من 100 تربيع في 2.5 على 5 من 100 تربيع ومن هنا تطلع لي ان الفي 2 بتساوي 22.5 متر على السنة. يبقى طلعت السرعة عند المقطع الصغير 22.5 متر على السنة. طب قبل ما سيب المسألة كده وقبل ما ادخل في الجزئية التانية اللي هو طالبها بص كده معايا هي دي السرعة عند المقطع الهون الصغير السرعة كام 22.5 طب السرعة عند المقطع الكبير كام 22.5 قاله يبقى في علاقة عكسية بين مقطع المجرى بتاعي او مقطع الانبوبة بتاعتي او مقطع المصار بتاعي اللي بيتحرك في السائل وسرعة السائل. كل ما زاد المقطع بتاعي او كل ما زادت مساحة المقطع كل ما قلت السرعة. وكل ما زادت السرعة كل ما قال لمساحة المقطع يقوم في علاقة عكسية بين السرعة وبين مساحة المقطع بين السرعة وبين قطر المقطع ركز كده معايا يبقى قطر المقطع إما بزيد السرعة بتقل قطر المقطع يقل السرعة تزيد عشان كده نلاقي أباهاتنا وحبايبنا الناس الكبيرة اللي بيحبوا يرشوا الشارع الصبح قدام البيت أو قدام الورشة بتاعتهم تلاقي عمل لك في الخرطوم كده بوز رفيع يدوبك معد الميا ليه؟ عشان يدي سرعة للميا أكبر تاخد مسافة كبيرة يقدر يدي مسافة طويلة للميا مع أن الميا نزلة من الحنفية بوز الحنفية عادية ولو ساب الخرطوم هتلاقي ضغط عادي ممكن قدام منه مثلا بمت لكن هو عايز ياخد مسافة طويلة فبيعمل بيقلل القطر عشان يزود سرعة اندفاع أو سرعة تصريف السائل من الفتحة بتاعت الخرطوم بتاعه تقوم تدينه مسافة طويلة للميا بتاعتنا ده تطبيق بسيطة واحنا بنشوفه في الشارع عشان ما يجيش واحد يقول لي هو ايه فايدة اللي احنا بناخده؟ لا له فايدة كبيرة ان انا بتحكم في أكتار معينة لأنابيب معينة عشان تديني سرعات وقدرات أعلى من اللي انا عايزها عند المكنة انا ممكن بضغط بقوة بسيطة كده على مكبس قوة بسيطة بزرار كده مجرد ان انا شغل زرار اضغط على مكبس يقوم يرفع لي عربية وزنها مثلا نص طن عربية وزنها طن اشيل العربية كده على مكبس بضغطة صغيرة ونائعة مجرد شوية هوا بتضغطه في المكبس او شوية زيت بتضغطه في المكبس يرفعوا لي حمولة انا ما اقدرش اشيلها ولا عشر رجالة يقدروا شلوها يبقى هنا بستفيد من الحاجات دي في تطبيقات الحياة العملية بتاعتي نشوف المسألة تاني بيقول لي ان دي اتنين اللي هي خمسة سنتيمتر بتسوي خمسة من مية متر والفي اتنين بتسوي اتنين وعشرين من مية اتنين وعشرين ونص متر على الثانية وهنا الا اتنين حسبتها اللي هي الباي في الخمسة من مية تربيع على اربعة انا عايز احسب معدل التصرف بتاعي او معدل تدفق السائل سواء داخل للمصار بتاعي او معدل التصرف اللي هو خارج من المصار بتاعي خلي بالك معدل التدفق سواء الداخل او معدل التدخل الخارج فالخارج بيقول عليه معدل التصرف لكن الداخل بقول معدل التدفق يبقى هنا معدل التصرف اللي هو الكيو عشان كده حسبتها عند القطر الصغير اللي هو A2 في الB2 الكيو بتساوي الA اللي هي عبارة عن الباي في الدي تربيع على أربعة في السرعة اللي هي 22.5 دي كلام ده كلهم مضربوا بالقل الحسبة بتاعتها يطلع ربعمية اتنين واربعين من عشر تلاف متر مكعب على الثانية طبعا بضرب بقسم في عشرة قس تلاتة هنقاس فيطلع ربعمية اتنين واربعين لتر على الثانية وده معدل تصرف السائل بتاعي يبقى هنا عشان اجيب معدل التصرف عملت ايه عملت الفتحة اللي هيطلع منها السائل اللي هي الفتحة التانية لكن الفتحة الاولى ده معدل التدفق اللي داخل السائل منه فحسبت معدل التصرف من الفتحة الهين التانية لكن لو حسبت من الفتحة الاولى هيبقى اسمه معدل التدفق وهيطلع بنفس القيمة طيب اله اللي هو الدافع اللي هو فيه تربيع فيه اتنين تربيع على جي او السرعة التانية على جي اللي هي هتطلع بالمتر طبعا هو عايزها عندي فتحة التصرف بتاعتي فعشان كده حسبتها على التصرف طبعا هنا فيه تربيع على اتنين جي على المتر اللي هي اتش بتساوي اتنين وعشرين ونص تربيع على اتنين في تسعة وثمانية من عشرة اتنين دي تحت انا اسف اتنين دي تحت اتنين جي فهي هتبقى اتنين في تسعة وثمانية من عشرة هتطلع خمسة وعشرين وواحد وثمانين من مية متر وده مقدار الدافع للسرعة بتاعتي او الدافع في السرعة عند فتحة التصرف بتاعتي طب هو ما طلب ليش الدافع الكل لان انا ما عنديش طاقة وضع ما عنديش طاقة ضغط فانا اشتغلت على ايه السرعة او طاقة الحركة بس اللي عندي اللي انا استخدمتها عشان اجيب الدافع لسرعة السائل عند فتحة التصرف بتاعتي مثال تاني هنا ينساب الماء خلال مصورة قطرها سبعين ملي متر في مية بتمشي او منسابة او بتتدفق خلال مصورة قطر المصورة دي سبعين ملي متر تحت تأثير ضغط خلي بالك اهو تحت تأثير ضغط مقاس تلاتة ونص كيلو جرام على سنتيمتر المربع بسرعة متوسطة واحد ونص متر على الثانية مع اهمال الاحتكاك عين الدافع الكلي اذا كانت المصورة على ارتفاع سبعة متر فوق خط المقارنة طيب هنا مديني قطر المصورة سبعين ملي متر اللي هو سبعة من مية متر لو قسمت على الف البي الضغط بتاعي تلاتة ونص كيلو جرام على سنتيمتر المربع اللي هو بيسوي تلاتة ونص في عشرة قصة اربعة كيلو جرام على المتر المربع عشان حولت من السنتيمتر المربع للمتر المربع ضربت في عشرة قصة اربعة عشان احول هنا الفي بتاعتي واحد ونص متر على الثانية عايز الاتش ازا كانت تخلي بالك الزد سبعة متر اللي هو ارتفاع او طاقت الوضع هياخدها جزء المية او جزء المية المنساب هياخدها ازا كان على ارتفاع سبعة متر اللي هي الزد بتاعتي وعندي الدابليو طبعا للميا او الوزن النوعي للميا الف كيلو جرام على المتر المكعب طبعا الكل اللي أنا بعمله ان انا بكتب الدافع الكل بساوي الزد اللي هو طاقت الوضع زائد الفي تربية على اثنين جي طاقت الحركة زائد الفي على الدابليو اللي هي طاقة الوضع بتاعتي وبعوض في المسألة بتاعتي بالمعطيات طبعا الاتش بتساوي الزد اللي هي بسبعة الجي تربيع الV تربيع اللي هي السرعة تربيع وحد ونص تربيع على اتنين في الجي تنين في تسعة وثمانية من عشرة زائد التلاتة ونص في عشرة ربعا اللي هي قيمة قوة الضغط او الضغط اللي بيأسر جزء الماء عليه على باء السائل على الوزن النوعي للمية اللي هو ألف كيلو جرام ما خلص بالألل حسبة وحد ونص تربيع على اتنين في تسعة وثمانية من عشرة شوفها تطلع بكام وخلص تاني بالقالة الحسبة 3.5 في 10 أو 4 على 1000 هشوفها تطلع بكام واجمع الثلاث قيم على بعض هيطلع لان الـ H بيساوي 42.12 من 100 متر وده قيمة الدافع الكل اللي بيأثر لي على جزء السائل بتاعي لو كان عندي طاقة وضع وعندي طاقة حركة وعندي طاقة الضغط بتاعتي ثلاثة متوفرين يبقى لازم أستخدم الثلاثة عشان أطلع الدافع اللي بيأثر بالسائل نظرية معادلة برنولي زي ما قلنا تقرر هذه النظرية أنه بالنسبة لسائل مسائلي لكون السائل اللي عندي ده مسائلي غير قابل للانضغاط يتدفق في مجرى فإن الطاقة الكلية لجزئه تظل سابتة أثناء تحركه أثناء تحركه جزئه من نقطة الأخرى وهذا التعبير بنية على فرض أنه لا توجد فواقد احتكاك فبقول له والله أن الزد زائد الفيتر بيع على 2G زائد البيع على دابلي وبساوي مقدار سابت طبعا ما فيش حاجة في الدنيا سائل هيمشي كده في مجرى من غير ما يحصل فيه احتكاك بينه وبين جزئات السائل التانية أو بينه وبين جدار المجرى بتاعي طبقا دي خلل عندي في فروض النظرية بتاعة معادلة برنولي واتفقنا أنه ما فيش سائل في الصورة المثالية أن الطاقة الكلية بتاعته هتفضل سابتة من حركته من بداية حركته لنهايته دي استحالة طبعا لأنه طبعا هو بتحرك فيه احتكاك وفيه تدخل بينه وبين جزئات السائل التانية وفيه كذا حاجة بتعوق الحركة بتاعتي لو فيه رايش لو فيه عارض موجود عندي في المجرى يبقى ده كله بيأثر على السائل بتاعك لكن هو بيفترض في الحالة الميثالية أن ما فيش لا احتكاك ما فيش طاقة هتتغير ما فيش فقد في الطاقة الدخلة أو معدل التدفق الداخل يبقى معدل التدفق الخارج بسويه ومن هنا بيقولك أن Z طاقة الوضع زائد طاقة الحركة زائد طاقة الضغط بتساوي مقدار سابت عند أي نقطة في مصاري السائل طبعا هنا بيوضح لي أن Z طاقة الوضع V تربية على 2G طاقة الحركة V على W طاقة الوضع ويقولي أن دي بتساوي مقدار سابت عند أي نقطة من النقطة بنستغل الكلام ده ونجيب مصورة لها مقطعين مقطع واحد ومقطع اثنين بقوله والله أنت بتقولي الفرض بتاعك أن السائل ده إذا كان عديم للانضغاط وبيتدفق خلال مصورة غير منتظمة المقطع فإن أنا بقولك أن Z1 بالV1 تربيع على 2G زائد الV1 على الW عند المقطع واحد ده بتساوي الزد عند المقطع اثنين زائد الV2 تربيع على 2G زائد الV تربيع W عند المقطع اثنين وده الفرض اللي أنا بستخدمه اللي هو لسه الهولي أن ده مقدار سابت عند أي نقطة في مصار السائل يبقى هنا حصل خلاف في القطر حصل خلاف في شكل المقطع بتاعي حصل خلاف في السرعة بتاعتي حصل خلاف في قوة الضغط بتاعتي لكن الناتج في الأخير لازم زد زائد بي على 2G زائد بي على الW عند النقطة الاولى بتساوي زد زائد في تربيع على 2G زائد بي على دابليو عند النقطة التانية ولو عند نقطة تالتة هتساويهم وكل ده أنا بفترضه في الحالة المثالية زي ما قلنا للسائل يعني ما فيش فقد في الطاقة ما فيش احتكاك بين جزيئات السائل وبعضيها ما بحصلش أي هلك في الطاقة اللي دخلة بقوة السائل اللي دخلة أو الطاقة اللي خارجة أو معدل التدفق اللي داخل أو معدل التدفق اللي خارج ناخد مسألة ونشوف أنا باستغل الفرض ده وازاي بحل عليه المسألة بتاعتها مصورة قطرها يتغير من مجرى 20 سنتيمتر عند قطاع يرتفع 5 متر من مستوى المقارنة إلى 5 سنتيمتر خلي بالك قطر المصورة تغير من 20 ل 5 سنتيمتر بس كان ارتفاع المصورة هنا 5 متر وارتفاع المقطع ده 3 متر عند القطاع اللي أنا واخده بقارن بيه عند نفس المستوى فإذا كان ضغط الماء عند القطاع الأول 5 كيلو جرام على سنتيمتر المربع وسرعة الإنسياب عنده 1 متر على سنتيم عين شدة الضغط عند القطاع الثاني عين شدة ضغط الماء عند القطاع الثاني ده هنا بيقول لي مديني مقطعين مقطع 20 ومقطع 5 وارتفاع المقطع الأول 5 متر وارتفاع المقطع الثاني 300 نشوف الرسمة بتاعت كده هذا المقطع 20 وارتفاعه عن المستوى المقارنة بتاعي أو عن المستوى اللي أنا بقارن به 500 وهنا ارتفاع المقطع الثاني 300 5 متر والقطر بتاعي أو المقطع بتاعي عبارة عن 5 سنتيمتر طبعا بحل المسألة بقول له ان دي واحد 20 سنتيمتر يعني بيساوي 2 من 10 متر الدي 2 5 سنتيمتر اللي بيساوي 5 من 100 متر طبعا بأس معالمية زي ما احنا متعودين من سنتيمتر بأس معالمية الزد واحد خلي بالك اللي هي طاقة الوضع بعبر عنها بالارتفاع كانت 500 طاقة الوضع لجزء المية عند الفتحة التانية كانت 300 بي واحد كانت 5 كيلو جرام على سنتيمتر المربع اللي هو الضغط عند المقطع الواحد اللي هي بتساوي 5 في 10 أس 4 كيلو جرام على المتر المربع عشان احول من سنتيمتر مربع لمتر مربع ضربت في 10 أس 4 البي واحد كانت 1 متر على الثانية الدابليو كانت 1000 كيلو جرام على سنتيمتر المكعب مع انه مش مدهالي في المسألة لكن ده الوزن النوعي للمية ولازم اكون عارفه انه بساوي 1000 كيلو جرام على سنتيمتر المكعب هو عايز البي 2 يعني عايز قوة الضغط عند البي 2 عند النقطة 2 او عند القطر 2 اعوض في المسألة بتاعتي دايما انا بفترض ان لو كي واحد بتساوي لو كي اتنين او معدل التدفق عنده نقطة واحد يساوي معدل التصرف عنده نقطة اتنين يبقى الاي واحد بواحد بتساوي الاي اتنين بي اتنين يعني المساحة بتاعة المقطع واحد في سرعة السائل عند المقطع واحد بتساوي المساحة عند المقطع اثنين في سرعة السائل عند المقطع اثنين طبعا باي دي تربيع واحد باي دي واحد تربيع على اربعة في البي واحد بتساوي باي دي تربيع باي دي اثنين تربيع على اربعة في البي اثنين وبختصر كده قبل ما عوض البي مع البي والاربعة مع الاربعة هيتبقى للدي واحد تربيع بواحد بتساوي الدي اتنين تربيع في اتنين اهي هعوض بقى عن الكلام ده عشان اطلع الدي اتنين يبقى الدي اتنين بتساوي الدي واحد تربيع في الدي واحد على الدي اتنين تربيع عوض الدي واحد تربيع اللي هي اتنين تربيع في الدي واحد بواحد والدي اتنين تربيع بخمسة من مية تربيع هيطلع لي الكلام ده الدي اتنين بتساوي 16 متر على الثانية وطلع معدل السرعة او سرعة السائل عند المقطع الثاني او عند المقطع رقم اثنين اللي هو على ارتفاع 36 متر على الثانية وبقى ابدأ اعوض في القانون بتاع اللي هو زد واحد زائد V1 تربيع على 2G بتسوي V1 على الW بتسوي Z2 V2 تربيع على G2G زائد V2 على الW بعوض فيها عشان اقدر اجيب V2 اللي هي هتطلع في الآخر بتسوي 39000 كيلو جرام على المتر المربع يبقى V2 بتسوي 39000 810 عشان تطلع لبنية على السنتيمتر المربع ودي كانت المسألة التانية اللي بنشتغل فيها على معدل التدفق وبنقدر نجيب سرعة السائل عند اي نقطة نقدر نجيب معدل التدفق عند اي نقطة نقدر نجيب ضغط السائل عند اي نقطة نقدر نجيب طاقة الوضع بتاعتها عند اي نقطة حسب ما هو طالب في المسألة وقريت نحل المسائل دي تاني ونحل باقي المسائل اللي موجودة في الكتاب واللي يوقف معنا هنحله مع بعض ان شاء الله الحلقة القادمة وأترككم في رعاية الله وأمنه متمنيا لكم النجاح والتوفيق وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة